فإذن السؤال الأخير ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح مكتوب آمن به لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك لأنه ليس بأحد غيره الخلاص الناس مش محتاج لمصلحين ولا لعلماء ولا فلسفة ولا حتى دين الدين عم بيخدر الناس زي الأفيون الدين عم بتخلي الناس تقتلوا تكرهوا تتعصبوا تتزمت أنا بدعوك للحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح مكتوب أحبائي في أبسط منها التافتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر تصور أنه بسط موضوع الخلاص أنه تلتفت بالإيمان نظرة إيمان ليسوع المسيح تتغير حياتك كل من يدعو باسم الرب يخلص لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازك كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا أطلب الرب ما دام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره طالما أنه شفنا المسيح متميز في كل هذه الأمور عليك شيء واحد أحبائي كما جاء المجوس وفتحوا كنوزهم وقدموا هدايا إيه ممكن تتقدم ليسوع قلبك القلب نجس بس تعال مثل ما أنت قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي يسوع الذي ولد في بيت لحم أكثر من ألفين سنة صلاة أن يولد في قلبك وحياتك بالإيمان المكتوب عنه الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه تعال اطلب يسوع المسيح آمن بيسوع المسيح وصليها قل له يا رب ارحمني وإذا أنت فعلا صليت اكتب لنا حتى نتابع معاك تبنا روحيا من خلال كلمة الله وأنا مثل ما ذكرت إذا فيه أي شخص متميز أو فريد أكثر من يسوع اكتب لي الرب يباركك ويكون معاك كل عام وإنتم بألف خير والرب يباركك اشتركوا في القناة